القرآن الكريم وشهر رمضان صديقان لا يفترقان أبدا فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في هذا الشهر المبارك وإذا جئنا نتأمل حال الصحابة رضي الله عنهم وأحوال السلف كذلك فكانوا يشتهدون مع القرآن في شهر رمضان ما لا يشتهدون في غيره فهذا الشافعي إذا كان أول ليلة من رمضان يختم كل ليلة ختمة وإذا جاءت العشر الأواخر ختم في كل يوم ختمتين فهنيئا لمن شغله الله تبارك وتعالى بالقرآن في شهر القرآن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة